أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بإنجازات الصحافة البحرينية ودورها في التعبير عن رؤى المجتمع ومسيرة النماء الشامل التي تشهدها البحرين على كافة الأصعدة أكد سمو رئيس الوزراء أن الصحافة البحرينية أثبتت في كل المواقف تفاعلها مع قضايا الوطن والمواطنين وكانت ولتزال عنصرا هاما في مسندة الجهود الوطنية المبدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال الكلمة الصادقة والرأي المستنير وأثنى سموه في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية الذي يوفق يوم السابع من مايو على عطاء الصحافة البحرينية ودورها الحيوي والمتجدد في التعبير عن نبض المجتمع وقضاياه وإبراز الوجه الحضاري للبحرين وقال أن الصحافة الوطنية أرثت نموذجا فريدا في تعزيز حرية الرأي والتعبير ونجحت في نيل ثقة واحترام الجميع عبر إسهامتها الوسعة في ترسيخ دعائم نهضة الوطن وتقدمه وأكد سموه أن ما تضمنته كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تعكس مد اهتمام جلالته بتوفير كافة الظروف التي تحقق للصحافة ووسائل الإعلام منخا أوسع من الحريات التي تؤهلها للقيام برسالتها في دعم تقدم الوطن وازدهاره وقال سموه إن صحفتنا الوطنية تمثل جزءا هما من الإرث الثقافي والحضاري للبحرين وهي ضمير الوطن الذي نفتخر ونعتز به دائما وأكد سموه أن المواقف التاريخية التي سجلها أصحاب الأقلام الوطنية من كتاب أعمدة وصحفيين ستبقى خليدة في الذاكرة الوطنية توثق دوره من رائد في نصرة الوطن والدفاع عن قضاياه وتفنيد كل من يستهدفه بسوء وخطب سموه رجال الصحافة القائلان إن الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية هو فرصة للتعبير عن التقدير والامتنان الذي نكنه لكم على الدور الذي تطلعون به في خدمة وطنكم ومجتمعكم وهو اليوم الذي نؤكد فيه عاما بعد آخر على مكانتكم الرفيعة في المجتمع وأكد تموه أن الصحافة والإعلام شريك فعال في التنمية وأن مواجهة تحديات الاقتصادية الرهنة تتطلب نهجا إعلاميا فعالا ومؤثرا يزرع الأمل ويدعم جهود التنمية المستدامة ويدفع مسيرتها عبر تنوير الرأي العام بأهدافها وقايتها وتحفيز الطاقات لتحقيق المزيد من مكتسبات التنمية التي تعود بالنفع على الوطن وشعبه وأضاف سموه إننا نعيش في عصر تقيرت سمته الإعلامية بفعل التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات وتنوع وسائل الإعلام بوتيرة غير مسبوقة ولم تعد الإمكانيات محدودة كما كان في السابق بل تنوعت وزاد تأثيرها على مختلف فئات المجتمع ودع سموه الصحافة ووسائل الإعلام إلى الحفاظ على القيم الإنسانية وهي قيم تنشد الخير والمحبة والسلام وأن يعمى الأمن والاستقرار ربوع العالم وأشاد سموه رئيس الوزراء بهذه المناسبة بالجهود التي تقوم بها جمعية الصحفيين البحرينية في الارتقاء بأوضاع مهنة الصحافة ومنتسبيها كما أشاد سموه بالدور الرائد الذي يقوم به اتحاد الصحافة الخليجية ودوره الفحال كمضلة صحفية لها أهميتها وحضورها البارز ونادي المرسلين في مملكة البحرين في تعرف العالم بصورة مملكة البحرين كوطن نخط يعلي من شأن الحريات وينادي بها من أجل عالم أفضل ينعم به الجميع ترجمة نانسي قنقر